مع اقتراب العام الدراسي الجديد أحب أن نبه الأهل أنه نرى أطفال كثير عندهم سوائل بالأذن الوسطى من أسباب هذه السوائل التهابات الأذن الوسطى التي تتكرر كثير عند الأطفال وحساسية الأنف التي بسببها ترشح سوائل تذهب عن طريق الأنبوب للأذن الوسطى وتضخم اللحميات للأسف هذه السوائل ممكن تؤدي لها ضعف بالسمع وبالتالي بيأثر على تطور الطفل وعلى التحصيل الدراسي للطفل بمي بيديا كلينيك لدينا أحدث الأجهزة لفحص السوائل وفحص السمع خلال ثواني نكتشف بالتالي إذا الطفل عنده مشكلة أو لا فأنا بنصح الأهل قبل بداية العام الدراسي أنهم يعملوا فحص للأطفال نتأكد إذا عندهم سوائل أو في أي ضعف بالسمع مع تمنيتنا لكم بعام دراسي سعيد ترجمة نانسي قنع